منذ الواحدة ظهراً بدأ سريان قانون العمل بقانون الطوارئ وذلك بعد موافقة رئاسة الوزراء تبقى للدستور الرئيس يمكن أن يعلن حالة الطوارئ ثم بعد ذلك بعد أخذ رأي المجلس الوزراء يعلن مجلس الوزراء إعلان تطبيق قانون الطوارئ وبعد ذلك يحال إلى البرلمان وحيل بالفعل القانون إلى البرلمان البرلمان قدامه سبعة أيام للموافقة على فرض حالة الطوارئ في مصر إذا رفض البرلمان طبعاً خلاص بيوقف العمل بها ولكن طبعاً توقعاتنا أنه البرلمان سيوافق والتجديد أيضاً يكون بثلثي أعضاء البرلمان وذلك بعد ثلاثة أشهر إذن من العاشر من إبريل وحتى العاشر من يوليو القادم مصر أعلنت فيها حالة الطوارئ وتطبيق قانون الطوارئ وحنقول لكم دلوقتي إيه هو قانون الطوارئ عشان ما جلناش حالة فزع على فكرة إحنا برغم إن إحنا عموماً يعني ضد فرض حالة الطوارئ وضد قانون الطوارئ ولكن إحنا عيشنا تحت قانون الطوارئ سنين طويلة الموضوع مش بهذا الفزع وكانت حياتنا عادية جداً وأحياناً تحتاج الدول لفرض حالة الطوارئ ولتطبيق قانون الطوارئ ده حصل في فرنسا بعد حدثة واحدة يعني بعد الأحداث الإرهابية التي حدثت في فرنسا فرضت حالة الطوارئ وتبقى قانون الطوارئ وبيتجدد كل شوية أيضاً حدث في تونس فما جلناش حالة هلع وفزع من قانون الطوارئ النهار ده حنتكلم على قانون الطوارئ وما له وما علي وإيه التفاصيل بتاعته وماذا يقدم لي الدولة من يعني أدوات لي يعني وقف الإرهاب ومواجهة الإرهاب ونتكلم أيضاً على مجلس القرار الآخر يا سيد الرئيس المجلس القومي لمكافحة الإرهاب إيه هو المجلس القومي ده تفاصيل وإيه عندنا بعض التفاصيل إيه اللي حنقولها لكم بعد قليل لكن خلونا الأول دي المادة نتكلم على القانون الطوارئ إذن تفرض حالة الطوارئ اللي بدأت النهار ده من الواحدة ظهراً تفرض بطبقاً للدستور مادة 154 بإعلام من السيد الرئيس الجمهورية وموافقة مجلس الوزراء إيه هو قانون الطوارئ؟ قانون الطوارئ الحية هو قانون يسمح للدولة بمجموعة من الأمور يسمح به طبعاً يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب بقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء وإحنا الحية من سنوات طويلة جداً ومصر عاشت حالات طوارئ عديدة يمكن أوقفت في أوقفها المجلس العسكري إحنا عاشين حالة طوارئ بتجدد وتفرد 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 وتجدد من 1914 لكن بعد كده أوقف العمل بقانون الطوارئ مجلس العسكري أوقف العمل بقانون الطوارئ أسبوعين قبل انتخاب الانتخابات الرئاسية ثم بعد ذلك مع انتخاب مرسي فرض هو العمل بقانون الطوارئ على مدن القناة لكن محدش التزم بهذا الأمر كان في حالة رافضة له في الشارع ثم بعد ذلك بعد 30 يونيا فرض العمل بقانون الطوارئ لمدة وجيزة والموضوع انتهى بعد ذلك ومن وقتها وإحنا لا نعيش تحت حالة طوارئ إجراءات إعلان حالة الطوارئ أخذ رأي مجلس الوزراء وذلك قبل ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ وعرض إعلان الطوارئ على البرلمان خلال الأيام السبعة ولا يجوز حل البرلمان أثناء سريان حالة الطوارئ وإعلانها بيكون لمدة 3 أشهر تجدد مرة واحدة بمقفقة ثلثي البرلمان طيب يعني ايه بقى ان احنا عايشين حالة طوارئ عشان بس ما جلناش حالة فزعة يعني ايه احنا عايشين حالة طوارئ ومرة أخرى بقول ان دي مش الحالة الأعظم ولكن أحيانا الدول بتحتاج للقوانين الطوارئ للعمل بقوانين استثنائية ربما تتيح لها ما لا تتيحه لها القوانين العادية لنخاف ولكن نكون برضو عندنا حرص ألا يتم التوسع في استخدام الصلاحيات المطبقة أو الصلاحيات المخولة بقانون الطوارئ أهم حاجة في عودة العمل بقانون الطوارئ في رأي الشخص يعني هو عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ أظن ان ده أهم شيء أهم من متابعة يعني هتلاقوا في الفيسبوك وكل السوشيال ميديا الكلام بقى على انه ايه هيرقبوا تليفوناتكو ويرقبوا السوشيال ميديا ما هو ده مترائب بالفعل يعني ما فيش حاجة مختلفة كثيرة وانه هم ممكن يخشوا على الرسائل النصية ويخشوا على كذا ويخوية والجماعات الإرهابية أهم شيء أهم نقطة في قانون الطوارئ هو عودة العمل بحاكم أمن دولة طوارئ إيه هي محاكم أمن الدولة طوارئ وإحنا عندنا خبر كتير هيتكلموا في هذا الموضوع هو تخصيص دوائر للطوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستثنائية والحقيقة أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ كانت المحاكم المنوط بها محاكمة طوال فترة حكم رئيس سابق مبارك محاكمة كل الجماعات الإرهابية ميزة هذه المحاكم إيه؟ ميزة هذه المحاكم أولا يبتنشأ بموجب قانون الطوارئ وتشبه في تشكيلها المحاكم الجنايات والجنح العادية تؤلف كل دائرة من ثلاث مستشارين في محاكم الاستقناف ويجوز لرئيس الجمهورية أن يدخل في تشكيلها عضوين من القضاء العسكري والحقيقة أن الرئيس السابق مبارك كان مخليها كلها مدنية ولم يدخل فيها قضاء عسكري هنشوف ما إذا كان رئيس سيسي سيهتم بإدخال قضاء العسكري ضمن أفراد من القضاء العسكري ضمن هذه الدوائر إنيابة العامة بتقوم بدور المدعي يعني لها تفاصيل كتير أهم جزء في محاكم أمن الدولة طوارئ هو أنه لا يمكن الطعن عليها يعني لا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الأوجه على الأحكام الصادرة من محكمة الأمن الدولة طوارئ ده المادة 122 من قانونها وهو ربما ما سيحقق الغرض في محاكمة الجماعات الإرهابية وكل الجماعات التي ستحول لهذه المحاكم طبقا لأمن العمل بقانون الطوارئ ولكن المتهم إذا ما حكم عليه طبعا الحكم هنا بيطلع الرئيس الجمهورية للتصديق عليه هنا المتهم يستطيع أن يتقدم بتظلم لمكتب التصديق عند رئيس الجمهورية مين اللي بيروح أمن دولة طوارئ؟ مين؟ أي حد كده معدي في جناية؟ في سرقة؟ لا طبعا هو كل من يطبق عليه قانون الطوارئ كل من يخل به الأمن العام كل من يهدد البلاد كل الناس اللي تطبق عليه قانون الطوارئ دول هما دول اللي بيخشوا ضمن أمن دولة طوارئ وعشان كده الأضايا اللي كانت بتدخل فيه أمن دولة طوارئ هي الأضايا المتعلقة بالجماعات الإرهابية محاولات قلب نظام الحكم على فكرة مش كل أضايا الإخوان دخلت أمن دولة طوارئ مش كل أضايا الإخوان دخلت أمن دولة طوارئ الحقيقة إنه أضايا أخرى يعني فيه أضايا اللي هي الجماعة الإسلامية دي اللي دخلت أمن دولة طوارئ قضايا الإرهابية لو تذكروا قضايا العاملات الإرهابية في أسيود اغتيال السادات الجهاد المسلح التنظيم الجهاد المسلح دي الأضايا اللي بتدخل ضمن أمن دولة طوارئ تعطيل المواصلات والإنتاج والتحريد على بغض الطواقف أو ديانات سماوية كل دي دي اللي بتخش ضمن أمن دولة طوارئ أظن إن أهم ما في هذا القانون هو محاكم أمن دولة طوارئ لأنه هو ده اللي حنقدر يعني الرئيس طلبه وإحنا كلنا طالبنا الحقيقة بتعديل قانون الجنايات وقانون الجنايات على فكرة الإجراءات الجنائية عايز أقول لكم بسرعة مجلس النواب فجأة اشتغل وحيوديه للرئي يعني خلاص بيعدلوا لكن حيعدلوا في مادة واحدة لا علاقة بالكائنات الإرهابية لم يحدد حتى هذه اللحظة التعديل ولم يناقش التعديل اللي إحنا عايزينه اللي بيسرع من الإجراءات التقادي علشان يكون هناك عدالة ناجزة وبالتالي هنا محاكم أمن دولة طوارئ لو كانت ضمن الضوابط وأنا هنا بقول لو بحط لو اللي تحت لو دي عشر خطوط ضمن الضوابط القانونية إذا ما استخدمت فقط للجماعات الإرهابية لكل من يريد يعني تهديد أمن وسلم البلاد هنا بتكون هذه الحياة كانت ناجعة جداً وكانت ناجحة في القيام بدورها في هذا التوقيت طبعاً ضمن بقى قانون الطوارئ أمور أخرى كثيرة لكن المادة اللي بتخوف ناس كتير اللي هي قدرة رئيس الجمهورية أو صلاحية رئيس الجمهورية أن يطلب من وزير الداخلية اعتقال المشتبه بهم دون وجود يعني أمر قضائي هذه المادة أصبحت غير دستورية مش موجودة يعني هذه المادة قضية بعدم دستورياتها وبالتالي لم تعد هذه المادة موجودة فهذه المادة اللي بتخوف ناس كتير أنه ممكن يجي يعتقلوا أي حد بموجب قانون الطوارئ لم تعد هذه المادة موجودة إذن نحن من الواحدة ظهراً من العاشر من إبريل النهاردة يوم الاثنين عشر إبريل لحد يوم عشر يوليو نحن في حالة طوارئ مطبقة في مصر حالة الطوارئ وقانون الطوارئ وحنشرح أكتر يعني قانون الطوارئ وحنشرح أكتر قواعد قانون الطوارئ وحنكلمكم كمان عن المجلس الجديد لمواجهة الإرهاب سلطات رئيس الجمهورية طفقاً لقانون الطوارئ مراقبة الرسائل أي أن كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحرارات تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وأغلاقها الاستيلاء على أي منخولات أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات سحب الترخيص بالأسلحة إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحظر المواصلات واللي تغير بقى فيه زي ما قلت لكم هو إلغاء صورة رئيس الجمهورية والاحتجاز دون التقيد بأحكام الإجراءات الجنائية وده بعدما الدستورية حكمت بعدم دستورية هذا النصر فيه 2013 إذن إذا تم تطبيق هذا القانون ضمن التقيد بضروريته وأنا تاني بحط تحت ده عشر خطوط ضمن التقيد بالضرورة اللازمة له ممكن يكون مفيد ولكن دون التوسع في استخدامه بشكل مفرط ممكن لأنه التوسع فيه الحقيقة مش بس بيجي على حريات الناس ولكن أيضا بيكون له سمعة سيئة في العالم بيكون له سمعة سيئة فيما يتعلق بالسياحة يعني ما بيبقاش الحقيقة له سمعة جيدة الدول التي تطبق الطوارئ دايما بيكون فيه أطر محدودة فإذا إحنا طبقنا الطوارئ في هذا الإطار المحدود ده ممكن يكون مساعد وبحط تحت ضمن الأطر وضمن خطوط كثيرة جدا